بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشق المرسلين سيدنا محمد عليه ابتل الصلاة وقتم وتسلم تحية طيبة بعد نلتقي معكم في خاطرة جديدة بانوان سدده وقاربه. في الحقيقة سدده وقاربه آآ بتحمل معنيين آآ مهمين جدا آآ بيفيدونا جدا في حياتنا. آآ اول معنى هو الحذر. تمام? والمعنى الاخر هو التركيز على الهدف آآ بحيث انك انت لا تروح لا كده ولا كده بحيث تكون مصوب عقلك ومشاعرك وتفكيرك وربدانك نحو الهدف اللي انت عايش من اجله. ولا احنا فكرنا الحقيقة في آآ الانسان آآ المسلم المؤمن آآ اللي هو المفروض صالح ومصلح الى اخره آآ اللي هو المفروض يكون كمان نواة حفظ المجتمع آآ يعني انت لما تيبع عندك آآ آآ المرجيحة مثلا. خلاص. فيها آآ ثقل في النص. تمام? فيه تقل في النص. وفيه طرفين يمين وشمال. خلاص. آآ احيانا يجنح الارجيحة او المرجيحة آآ اللي ناحية الشمال فتنزل شوية. فلناحية اليمين تطلع فوق شوية. تمام? بينما الثقل في النص زي ما هو. تمام? بعد شوية ممكن الايه الارجيحة تجنح للمرة او ايه لناحية اخرى ان اليمين ينزل تحت شوية والشمال يطلع فوق شوية. بينما برضو الثقل الميزان او الارجيحة او اي مكان ثابت زي ما هو. وهو ده اللي بيعبر عن قوة الارجيحة نفسها او قوة الميزان نفسه. والحقيقة ان الحذر آآ اللي هو الجزء الاول من سديده وخاربه. آآ لا يتنافق ابدا مع حوص نظام. يعني انت بتعمل مع الاخرين آآ باعتبر انهم عناس كويسين ومحترمين وانيتهم كويسة معاك. بتعملش معهم ابدا من ناحية خبث او آآ ضغينة او آآ تخطيط مصبخ بهداف معينة عايزها منهم. انت بتعمل معامل الله وبالله. آآ لكن في نفس الوقت آآ ما ينفعش انك تكون بريء جدا لدرجة انك انت آآ ممكن تخدع من الاخرين. المؤمن حقا كيس فاطم. ولا يلضغ المؤمن من جحر مرتين. فالمعنايين دول آآ بيبين لك انك انت المفروض يكون لك نظرة في الناس. تمام? وتكون حذر شوية منهم. او متوقع السوق منهم ولو يا سيدي بنسبة خمسة في المية. خلاص? آآ انت بتتعامل انت من ناحية معاملتك مية في المية آآ بنية كويسة. لكن لما بتيجي ترائب تصرفاتهم معك وحاجاتهم معك. لازم تحط في اعتبارك انهم خمسة وتسعين في المية كويسين. خمسة في المية احتمال يكون في منهم آآ او ضرر او الى غير زين. فيجب انك تكون حذر. حذر حتى من اصدقائك. حذر حتى من اهلك. آآ حذر من اعدائك من كله. خلاص? فحتى لا آآ يتم الخداع ان الناس تخداعك او يتم الخداع بيك. وتجد نفسك في مشاكل انت في غنى عنها آآ بسبب آآ حسن نيتك مثلا. آآ جزء الاخر بقى اللي هو احنا قلنا عليه اللي هو انك انت تكون مركز في هدفك تكون مركز في حياتك. فهي لها مثل بسيط. لو انت ودمك تارجيت او آآ هدف اللي هو بيبقى ده ويرجوع بعض ده. هو يستنشن على المركز بتاع الهدف او تارجيت ده. سوى بقى اللي معاك اي مكان آآ مثلا نبلة مسلا او سهمة او ايلا غير زلك. فانت لازم تكون نظرك مركز على النقطة اللي في النص الهدف بالزبط. خلاص? وتكون مركز كمان ايه اللي معاك في ايدك? انت عايز تدفعه من ناحيتك الى هذا المركز. خلاص? وبعد كده آآ بتطلق السهمة بتاعك او الطلقة بتاعتك. بحيث ان هي لا تروح لايمين ولا شمال لافوق ولا تحت. خلاص? لازم تيجي في الهدف اللي انت اعمل. آآ لازم تكون وانت عايش في حياتك آآ عايش كده. انك انت عارف بالزبط ايه اللي انت عايزه. وموجه السهمة بتاعك. تمام? اللي هو منطلق منك ده. بحيث انه دايما متوجه نحو منتصف الهدف اللي انت آآ ماشي علشانه او عايش علشانه. بس ان هو لا يحيد لايمين ولا شمال لافوق ولا تحت. لو انت عملت كده مع الحضر. تمام? فانت اكيد انسان مثالي. آآ وانسان فعلا يمثل الثقل اللي في منتصف الميزان او الارجوحة. اللي هو بيحفظ المجتمع آآ من الانحراف نحو اليمين او اليسار. نتمنى ان يكون احنا الشخصية دي. وتمنى ان يكون وصلت لكم الفكرة آآ بشكل بسيط. شكرا ليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.